موسيقى بهذه الأشياء بمعنى ولكنهم قالوا نحن وهذه هي الاستفادة المشتركة المغرب اليوم سيستفد من التطور التكنولوجي والزراعي الإسرائيلي سيستفد من السياحة اليوم نتحدث عن 50 ألف سائح وهناك الآن إحصائيات كما قدمت لنا أنه في غضون ثلاث سنوات المقبلة سنصل إلى 200 ألف سائح إسرائيلي سيزورون أو سيزورون المغرب هذه كلها مكتسبات خصوصا أننا لم نخرج بعد من أزمة كوفيد وتأثيرها في القطاع السياحي وتأثيرها في هذا الجانب اليوم هذه 200 ألف سائح ومعروف عن السياحة الإسرائيلية هي السياحة التي كتصرف كما قلون مش السياحة يعني كتصرف وبالتالي هذه كلها أمور إيجابية بالنسبة لنا بالإضافة كما قلت هذا المكتسب حول ملف القضي الوطني إسرائيل اليوم شئنا أم كرهنا فاعل له وزنه في المنتظم الدولي وله مكانته في صنع السياسة الأمريكية وأمريكا هي الآن التي تقود العالم شئنا أم كرهنا إسرائيل اليوم لها مكانة في صنع القرار الفرنسي إسرائيل اليوم لها مكانة في صنع القرار الألماني والبريطاني شيئنا أم كرهنا هذا موجود وبالتالي اليوم هذا سيجعل من المغرب مرتاح وسيجعل منه فاعل قوي إقليميا ودوليا وهذا ما يخشاه المطرب بسون بهذا البلد نسأل أخرى بسر أمني هل هناك زيارة مرتقبة لوافد إسرائيلي في المغرب هناك كثير من الوفود ستأتي هناك الآن حسب ما تم إخبارنا به من طرف وزارة الخارجية هناك وفود من رجال أعمال أولا مغربي سيقوم في القارب العاجل بالزيارة ثم هناك وفود كذلك نفس الشيء ثم هناك وفود إعلامي من إسرائيل سيزورنا إن شاء الله كذلك في المغرب ثم هناك تبادل في مشاركات متبادلة في بعض المهرجانات مهرجانات التقافية والفنية هناك فاعلين كبار اقتصاديين بل هناك بعض الصناعات بعض الصناعات اليوم ستنشأ معاملها وهي صناعات عالية التكنولوجية عالية الذقة ستتم إنشاء معاملها هنا في المغرب يعني ستنتج في المغرب وهذا مكسب آخر للمغرب أن يدخل إلى ميدان الصناعات عالية التكنولوجيا مثل الصناعات الحربية والصناعات وغيرها يعني الأجهزة الإلكترونية وغيرها كل هذه الأمور المغرب مقبل عليها بمعنى آخر المستقبل إن شاء الله مبشر وهذه العلاقة الجديدة بين المغرب وإسرائيل سيستفيد منها المغرب داخليا وخارجيا وستستفيد منها القضية الفلسطينية كذلك وهذه رسالة الفلسطينيين الذين التقيناهم قالوا لنا بالحرف نحن نتم من هذا التوجه فقربكم من إسرائيل وسلامكم أو هذه العلاقات هي تقوين كما قالوا لنا على لسانهم ولدينا أشرة فيديو مشجلة في هذا الجانب نحن لا نتكلم عن العواهل هناك فيديو مشجل لكثير من يقول لك هذه التوجه الجديد للعلاقات مع الكثير من البلدان تقويهم داخليا لأنهم كانوا محاصرين داخليا اليوم في هذا السلام سيتمكنون من فرض أنفسهم في أفق هم أصلا يقولون هم يعيشون أوضاع اقتصاد ولكن لهم مواقف في كثير الشهاية لا زال يحسون بالحقراء والتحبيش خصا الأقليات خصا القانون القومية اليهودية وغيره كل هذه الأمور يناقشونها ولكن في إطار ديمقراطي داخلي داخل الدولة الإسرائيلية وهي دولة متعددة كما قلت وهذا ما اكتشفنا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو ديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة